الكثير مننا يحب الحيوانات حقا لذلك اليوم نعرض لكم عشر حالات لأشخاص أنقذوا حيوانات كانت على وشك الموت الشاب الموجود في الصورة هو صياد وحارس للغابة المنطقة التي يحرسها هذا الشاب ممنوع الصيدة فيها لكن للأسف بعض التجار من عاشقي جلد الذئب لا يأبهون بالقوانين وبينما كان هذا الشاب يسير في الغابة عثر على ذئب كبير رمادي اللون جالس على الأرض ويده محبوس داخل مصيدة قرر الشاب مساعدة الذئب وقام بوضع طاولة بينه وبين الذئب حتى لا يهجم عليه ونجح بالفعل في تحريره ضاربا مثلا في الإنسانية والرحمة غزال صغير يناضل في محاولة للخروج من الماء فقام شابين بإنقاذه الغزال كان يستطيع السباحة لكن قواه كانت خائرة قام الشابين بلف أنشوطة وألقوها في الماء حول رقبة الغزال ثم سحبوه للخارج تركوه قليلا في الشمس ليجف وبعدها شفي الغزال وعاد إلى قطيعه على الرغم من أن حكومات بعض الدول تحمل فيه إلا أن هناك أناس يصطادونهم للحصول على نابهم الثمين هذا الفيل حاول مجموعة من المجرمين استياده وللأسف استقرت الرصاص في جمجمته ولم تقتله بل سببت له ألما شديدا جدا جعله هائجا للغاية قام البيطريون بالحضور له في الحديقة وقاموا بعلاجه واستخراج الرصاصة وقالوا على الرغم من صعوبة التجربة إلا أنه نجى من الموت بأعجوبة مهر ذو حوافر طويلة هذا المهر الصغير حوافره طويلة للغاية والسبب أن صاحبه أهمل تجذيب حوافره منذ عشرة سنوات كما أنه يحتاج إلى تجذيب شعره وذيله الحوافر كانت طويلة وثقيلة للغاية وقد قام مجموعة من النشطاء بإنقاذه وتغير شكله الآن تماما وأصبح يعيش في أمان وعناية هذا الكلب كان يتجول في الشوارع وهو يعاني من هزال شديد وضعف وقد قام الناس بالاتصال بمجموعة من المتطوعين الذين أخذوه للطبيب وتمت العناية به وعلاجه ومنحه مأوى وطعام وأصبح الآن هذا الكلب الهزيل كلبا وسيما بشعر لامع وأصبح الآن لديه مالك جديد في باحة أحد المراكز التجارية سمع الناس مواء قطة ووجدوها محبوسة داخل مواسير الصرف الصحي في البداية اعتقد الناس أنهم يستطيعون إنقاذها ولكن تبين وجودها على مسافة بعيدة فطلبوا فريق الإنقاذ وبعد 23 ساعة من محاولات الإنقاذ تم إنقاذ المخلوق الصغير وتسميته بيتر وأحد الأشخاص الذين حاولوا إنقاذها قام بتبنيها وأخذها معه لمنزله في أحد مدن كولومبيا كان يوجد مجرى مياه ممتلئ بمياه متسخة وبالتالي كان ممنوع السباح فيه ولكن سقط فيه حصان صغير للأسف المجرى كان عميقا ولم يستطع الحصان الوقوف مرة أخرى وظل في الماء البارد لعدة ساعات حتى رآه الناس وأنقذوه هؤلاء الناس أبطال حقا لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا في محاولة إنقاذ الحصان حيث كانوا معرضين أنفسهم للسقوط داخل المجرى لا أحد يعلم ما الذي حدث لهذا النسر وجعله يسقط في الماء ولكن عثر سياد عليه وحاول إخراجه في البداية كان النسر يحاول الطيران ولكن هذا كان يجعله يسبح بعيدا ثم نجح السياد بعد ذلك في إخراجه وقام بتجفيفه وإطعامه ثم أطلق سراحه ليطير بعيدا عثر على هذا الكلب المريض في فلوريدا من قبل بعض السياح واتصلوا بالنجدة التي جاءت وحاولت مساعدة الكلب ونقله لمأوى الكلاب ولكن الكلب لم يستطع المشي فقاموا بحمله بواسطة من شفا الكلب كان مريضا للغاية ومريئا بالقرح وقد نجح البيطريون في علاجه وأصبح قويا وجميلا نجد هنا ثعبان كوبرا سام يشرب الماء مباشرة من يد الناس في كارناتاكا بالهند عثر الناس على ثعبان كوبرا طوله أربعة أمتار ونصف وتبدو عليه علامات الجفاف وقد قام رجل شجاع بمنح الماء للثعبان وبعدها تم نقله إلى مركز مخصص لعلاجه وبعد المتابعة والعلاج تم إطلاقه إلى البرية مرة أخرى لو كانت لك تجربة سابقة مع أحد الحيوانات قمت فيها بإنقاذه اكتب لنا في التعليقات ولا تنسى الضغط على إعجاب واشترك في القناة تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا نحن نساعدك على ذلك اضغط على أيقونة الجرس ستكون على يقين أن كل الأصدقاء هنا ومن ثم ستحصل على إشعارات بالإصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع ترجمة نانسي قنقر